تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور جراء حرب الميليشي الدائرة رحاها منذ أكثر من عامين الأمر الذي نتج عنه تدهور في كافة الأصعيدة الإنسانية والاقتصادية وفي آخر التطورات كشفت إحصائية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع عدد المهاجرين قصرا بسبب الصراع الدائر في اليمن إلى أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخليا وخارجيا وأكدت الإحصائية التي ساهمت في إعدادها المنظمة الدولية للهجرة أن النزوح الداخلي في جميع أنحاء البلاد ارتفع بنسبة 7% منذ إبريل الماضي وسط تصاعد وطيرة الحرب والتفاقم الأوضاع الإنسانية في العديد من المدن اليمنية نائب ممثل فوضية اللاجئين في اليمن إيتا سخويتي قالت إن الأزمة الراهنة أجبرت مزيدا من الناس على ترك منازلهم بحثا عن الأمان إذ أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة غير مستقرة تحفها الأخطار ويكافح هؤلاء من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية التي تضمن لهم البقاء على قيد الحياة